السيسي يدعو إلى عمل جماعي عالمي لمناهضة الكراهية والتطرف ويؤكد أن القيمة الدينية لا علاقة لها بالإرهام الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنطلق رمزيا من قرية صغيرة على الحدود مع كندا وارتفاع حصيل الضحايا هجوم فين إلى ثلاثة قتلى والداخلية تتحدث عن استمرار ملاحقة المنفقين أتى ساعة صباحا في القاهرة السابعة بتوقيت جلينيتش موجزون إخبارية تيكو من أكثر نيوز أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية إنجلا ميركل وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد أن القيمة الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب مشيرا إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي للكراهية والتطرف وخلال الاتصال استعرض الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية سيما فيما يتعلق بدعم المواحثات الحالية في كافة المسارات كما شهد الاتصال أيضا تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة حيث أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في إلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الفرنسي إمانويل ماكرو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تناولا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار تشاورهم المنتظم لتنسيق المواقف خاصة تجاه تسوية القضية الليبية في إطار الخطوط المعلنة وتثبيت وقف إطلاق النار وخلال اتصال أكد الرئيس السيسي ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي لما يدعو إليهم من نشر السلام والتسامح ونبد العنف وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض المدعين أو مدعين الانتماء للإسلام وهو منهم بريء وأضاف أن هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية مؤكدا أن مصر ماضية في الاطلاع بدورها في هذا الإطار بما يحول دون نجاح الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والإتجار به لتأجيج المشعر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على الأراضي الفضاء وذلك على مستوى الجمهورية لصالح البرنامج القومي سكن لكل المصريين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والإسكان ومستشار الرئيس للتغطية العمرانية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كما وجه الرئيس بإلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضري والبعد البيئي لمدينة الجلالة والخدمات المختلفة بها بما يتسق مع الموقع السياحي المتفرد للمنطقة كما وجه الرئيس السيسي بسرعة إنجاز مشروعات وزارة الإسكان في أنحاء الجمهورية وفقا للجداول الزمنية المقررة أدل ناخب قرية دكسفل نوتش في ولاية نيومشاير البالغ عددهم 12 شخصا فقط بأصواتهم ليطلقون بذلك قطار الانتخابات الرئيسية الأمريكية بشكل رمزي وتصويت هذه القرية خلال الليل هو تقليد معتمد منذ عام 1960 ويمنحها لقب الأولى في البلاد منذ ذلك الوقت مستبقة بذلك كل مكاتب الاقتراع هذا وتنطلق انتخابات الرئيسية الأمريكية وسط منافسة محتدمة بين المرشح الجمهورية دونالد ترامب ومنافسة ديمقراطية جو بايدن وبحسب استطلاعات أجرتها رويترز خلال فترة التصويت المبكر خاصة في الولايات المتأرجحة فإن هناك تقاربا شديدا بين ترامب وبايدن وسط محاولات مستميتة من الجانبين لكسب أصوات الناخبين وبحسب بيانات لمشروع الانتخابات في جماعة فلوريجا فقد صوت في الانتخابات المبكرة أكثر من 95 مليون أمريكي وبذلك يمهد الطريق لما يتوقع أن تكون أعلى مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث من جاتي اختتم الرئيسة الأمريكية دونالد ترامب حملته الانتخابية من ولاية ميتشيغن حيث توقع تحقيق فوز رائع في الانتخابات ضد منافسة جو بايدن وقال ترامب أن الأمريكيين سيصنعون تاريخ في مكاتب الاقتراع باختيار برنامجه القائم على شعار أمريكا أولا مشيرا إلى أن تصويت لمنافسه بايدن سيكون تصويتا للفوضى واليسار راديكالي المتطرف إلى ذلك انتقد الرئيسة الأمريكية دونالد ترامب قرر المحكمة العليا بخصوص التصويت في بنسلفينيا وأشار ترامب إلى أن استماح بفرز الأصوات والتي تأتي عبر البريد عقب انتهاء مدة التصويت الإلكتروني هو أمر خطير وسيسمح بالغش ويؤثير العنف في الشوارع هذا وحذفت إدارة تويتر تغريدة ترامب ووضعت عليها إرشادات بأنها تحتوي على مشاركة قد تكون مضللة بشأن الانتخابات أعلن عمدة العاصمة النمساوية فيين ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الإرهابية الذي وقع في ستة مواقع وسط المدينة إلى ثلاثة مدنيين وأربعة عشر مصابا كان المستشار النمساوي سبستيان كورتز أعلن تحريك الجيش لحماية المرافق العامة والحيوية حتى يتسنى للشرطة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب كورتز شدد على أن الشرطة ستتخذ إجراءات حاسمة مع مرتكب الهجوم الإرهابية إلى ذلك قال وزير الداخلية المساوي أن مهاجما واحدا على الأقل من منفذ هجوم فيين ما يزال طليقا وأضاف خلال مؤتمر صعفين المهاجمين مسلحون تسليحا كثيفا ويمثلون خطرا شديدا دعيا إلى تجنب التوجه إلى وسط فيينة قبل انتهاء الإنضار الأمنية أوضح وزير الداخلية المساوية أنه وجه بتعزيز الرقابة والتفتيش على المنافذ الحدودية للبلاد هذا وعربت مصر في بين صادر عن وزارة الخارجية عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابية الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينة كما تقدمت مصر بخلص تعزيها لذو الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدة وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم ومعربة عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق بهذا الموقف الأليم وجددت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية ومطالبتها بضرورة تكاتف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهرة وأدانا للأزهر الشريف أجماد فين الإرهابية داعيا جميع الهيئات والمؤسسات الدولية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب والتضامن من أجل نشر السلام في ربوع العالم وضحض العنف والكرهية وشدد الأزهر الشريف في بيان الله على أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعا وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين وتقدم شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بخلص العزاء إلى دولة النمسا قيادة وشعبا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وتعليقا على هذا الحادث خلال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النمسا مرد بعمل إرهابي شدير وأضف في تغريدة له أن الهجمات الإرهابية الشريرة ضد الأبرياء يجب أن تتوقف مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وكل الدول الأوروبية في الحرب ضد الإرهاب بما فيه الفكر المتطرف إلى آخر مستجداد كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة خروج 97 متعافيا من فيروس كورونا ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 99 ألفا وستمائة واثنتين وخمسين حالة وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 189 حالة إيجابية فبتت إيجابية تحاليلها معمالية للفيروس لفتا إلى وفاة 13 حالة جديدة وأذكر مجاهد أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 107 925 حالة من ضمنهم 6291 حالة وفاة هذا وطلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا تجنبا لاتخاذ قرارات صعبة تضر ببعض الفئات اقتصاديا وخلال رئيسات اجتماع لجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا شدد مدبولي على ضرورة توافر الأدوية المحددة ضمن بروتكولات وزارة الصحة في المستشفيات والصيدليات الخاصة مؤكدا على توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات وكذا توفير المستلزمات الطبية عالميا أظهر إحصاء لرويترزن أكثر من 46 مليون و620 ألف شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ووفقا للإحصاء فقد وصل إجمال الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليون و200 ألف مشيرة إلى أن الإصابات بالفيروس تم تسجيلها في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء التفشي في شهر ديسمبر من العام الماضي نهاية الموجز لا يتبقى إلى أن نحيط علم سيداتكم بأن تردد أكثر نيوز اتش دي و12F303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل استقطاب أفقي شكرا لكم مني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة